طريقة إخفاء المجلس مانجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أمس اتكلمنا عن التحديث بتاع المجلس مانجر اللي هو 24.1 اللي هو الاصدار المستغر بتاع 24.1 وشرحناه بشكل عام وقلنا العيوب بتاعته والمحاسم بتاعته لو حاب تحدث ممكن تحدث ولو حاب ما تحدث ما مشكلة لو حدثت هتضطر إنك تعمل سيفتينيت اللي هو الملفة اللي احنا تكلمنا عنه مبارح في فيديو القديم وبرضو هتضطر إنك تعمل الإخفاء للمجلس مانجر هنشوف طريقة الإخفاء بداعة المجلس مانجر إذا كان في الاصدار 24 الحالي أو في الاصدار القديم اللي هو 23 أول حاجة هنمشي المجلس مانجر نفتحه بعد كده هنمشي الإضافات حنشوف الإضافة اللي احنا نزلناها كويس اللي هيك اللحظتها بتاعت اللي هو السيفتينيت اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد نمشي نعمل تشيك نعمل فحص للسيفتينيت جار البحص تمام لاحظ معي الثاني اللي هو نجاح نجاح في الثلاثة تمام نتهينا منه نمشي بعد كده هنشوفه نحن محتاجين شنو عشان نقفي المجلس مانجر اول حاجة محتاجين اللي هو LX6 اللي هو التطبيق ده محتاج لو انت تسبتوا في الجهاز بتاعت طبعا لو ما عرف تسبتوا كيف حاخدت لك الفيديو بتاع الطريقة القديمة بتاع تثبيت LX6 طبعا بعد ما تسبت التطبيق ده محتاجت لإضافتين هتحاول تنزلهم في المجلس مانجر الإضافة الأولى اللي هي إضافة الريرو هنشوف فينا طبعا إضافة الريرو هنديه لها ريرو هتحاول تسبتها اللي هو بتفعل من 25 وانت طالع الريرو تاني حاجة محتاجين الإضافة بتاعت هنديه لها زجسك LX6 لاحظ معي في الإضافة دي اللي هو البرجون بتاعه أو الإصدار بتاعه 163 لو اتخشيت في الحديث هتلقأ 165 دي ممكن إت لو سبتت اللي هو ملفة تفعيل الحديث مع LX6 الحالي هتقوم بعمل معك كراش في التطبيق عشان كده حاول يسبت القديم ده ممكن في بعض الناس بعمل مشكالية لكن في الغالب بعمل طوالي كراش لاحظاً وكنتخفش LX6 هيتديني هنا طبعاً دي موافقة لاته ما محتاج للاسي هيتدك تحديث ملفة تفعيل أنا ما فعلته لأنه فعلته هيتم لك كراش طوالي عشان كده ما تفعل اللي هو ملفة تفعيل ما تعمل تحديث هنحقق تلك الملفة القديم في الرابط تحيد وحاول ننزله وطوالي فعله طبعاً بعد ما ننزله في المجلس مانجر انزل معك هتعمل تفعيل وهتعمل إعادة بتاع التشغيل طوالي كده حيكون شنو اللي هيك سيبوسيت يتفعل معك بعد ما يتفعل معك اللي هيك سيبوسيت هتنزله التطبيق ده تمام ويس التطبيق ده اللي هو حعمل به عملية الإخفاء طبعاً بعد ما سبت التطبيق ده حتمشي طوالي بعد ما يسبت معك حتمشي طوالي اللي هيك سيبوسيت اللي هيك سيبوسيت تفتحه حتمشي الوحدات حتمشي تعمله هنا حيكون مكفول حتعمله فتح بعد ما يتعمله فتحي الخيار الأول إطار النظام ده لو ما فوقه صح تعمله صح بعد كده تعمل يعادة بتاع الشنو بتاع التشغيل عادي بعد ما خلصت خلاص وعملت يعادة بتاع التشغيل للتطبيق حنمشي نخوش هنا للتطبيق بتاعنا اللي هو الهاي حيفتح معاك طبعا حيفتح معاك معلش بالطول كويس نرجع تاني بعد ما فتح معاي حتلقي هنا الخيار الفوق منفاعل حتعمل شنو حتعمل هنا install مجس حيديك هنا شنو رسالة الرسالة دي وقت تجيك حتقوم تعمل عليها موافق موافق ليه لأنه حيديك خيارات المجس مينجر تمام حيديك حديك رسالة طبعا نفعلت حديك رسالة كويس وتعمل بها شنو موافق بعد ما خلصت الكلام ده كله كويس وعمت على تشغيل واي حاجة حتمشي بعد كده اللي هو select effective اللي هو apps هنا تعمل لها التطبيق الانت داير تخفي منه الroot حتي اختار التطبيق الانت داير تخفي منه الroot حنمشي مثلا لتطبيق اللي هو مثلا اي تطبيق من التطبيق دي مثلا telegram بعد ما فتحناه كويس حنمشي نفتح اول خيار اللي هو enable hide تعمل لفتح وحتمشي هنا للخيار التاني برضو enable all hide بسوط هتعمل له فتح بعد ما عملت الكلام دا حتقوم تخش لي هنا في الخيار دا additional apps تضغط عليه الخيار بدع الصفر دا لي حتقوم تفتش لي التطبيق بتاع المجلس منجر اللي انت عامل له اخفاء طبعا الكلام دا هتعمله بتان هتعمله بعد ما ضغف المجلس منجر كلية من التطبيقات ويس وبعد كين في التطبيقات تكتشف هتفت تكاتب بيات اسم كويس بس أنا كاتب بالاسم نا كويس بعد ما عملت له تحديد ترجع وتعمل حفز هتلاحظ ان التليجرام ظهر معك بشنو باللون الاخدر ظهر معك بشنو باللون الاخدر كده تمت عندك عملية اخفاء المجلس منجر بكل سهولة نعيد الخطوات دي تعني جماعة بسرعة عشان ما في زول غلط معنا اول حاجة تعمل اخفاء تام للمجلس منجر بعد ما عملنا الاخفاء التام للمجلس منجر هنمشي للوحدات هننزل وحدة الريرو ووحدة زجسك ال اكسبوسيد طبعا نقول هنغط لك الرابط بتاع تحد وهتنزل التطبيق اللي هو بتاع الاكسبوسيد تنزل التطبيق بعد ما تفتحه تمشي هناك تضيف الاضافتين وتعمل اعادة بتاع التشغيل كده الاكسبوسيد يتفعل معك بعد ما يتفعل معك هتنزل التطبيق ده اللي هو بتاع هاي ماي ابلس بعد ما نزلت التطبيق ده حيجيك اجعار انك تفاعل قلنا في الاكسبوسيد كويس بعد ما اجعار ده حتغش قلنا عن الوحدات وتضغط عليه وطبعا حيكون مخفي حيكون بالشكل ده حيكون بالشكل ده تضغط عليه تعمله وتفعيل وهنا اطار النظام لو ما كان محدد ممكن تحدد بعد ما خلصت الخطوة دي التحديس الفوق ده ما تحدث وخليه واحد ستة ثلاثة لانه بيعمل كراش في التطبيق بتاع الالكسبوسيد لحد ما اجعنا تحديس كويس بعد ما عملت الفكرة دي كل قلنا نمشي ل التطبيق بتاع اللي هو هاي ما ابس كويس حيجيك بالشكل ده قلنا اول ما يفتح مع هاك حيكون لسه حتقوم تضغط هنا وتعمل موافق حتصحر لك رسالة اللي هو سبت بعد ما خلصت من الكلام ده تعمل تدوس لاحي ترون وتعمل اعادة بتاع التشغيل بعد ما عملت اعادة بتاع التشغيل تمشي لي هنا في الخيار رفوق مربعات كتير ده اللي هو select effect apps تقوم تختار وشوف التطبيق اللي انت دائره زي قلنا بتاع التليجرام ده كويس يكون مكفول بالشكل ده نكفل الخيارات كله يكون بالشكل ده هتفتح الخيار الاول enable high وحت تفتح الخيار التاني اللي هو enable all high وحنبش قلنا الخيار كويس بتاع additional اللي هو برضو فوق مربع حد ده وحت تختار لي اسم المجسل انت مخفيه يعني انت كانت بشنوب الاخفاء تحدد وانه زي ما هم حدد هنا تقوم ترجع وتعمل عملية بتاع حفظ كده تمت عندك عملية اخفاء المجس منجر انشاء الله بكل سهولة ومن غير اي مشاكل حكست معي في النقطة دي كده انخلصت كلامي لو في حاجة ممكن تكتب لي في التعليقات انشاء الله ونحاول نحلة تاني من جديد طبعا كالعادة ما تنسوا الاشتراك في الغنى واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته